السلام عليكم في الصباح الخير في موضوع بس بخصوص الألقاب أو التايتل بالمسبة للمهندسين أو الأطبة أو الأساتذة تايتل طيب في عمل 418 إلى 419 أظن إذا كان هذا التاريخ بالدقة لو تقريبا السنة الثانية لي في كلية الهندسة كنا متجمعين جنب قاعم القاعات متدرين الطلاب اللي فيها يخرجوا عشان يدخل وراهم لكأنه كان عندنا اختبار مش نهائي فكان في الحوار التالي دار أمامي وكان واحد يسأل زميله كيف ذكرت قال له والله ما ذكرت أي كلام قال له طيب كيف رح تحل في الاختبار وأنت ما ذكرت سين ولا ركزت في المذاكرة بلا أنا ما عندي مشكلة بقعد أدرس لين أحصل على يلا أنا بدأ درس لين أتخرج بأي معدل أهم شي أحصل على ميم 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 طبعا أنا ما عرف الطالبين هذوي لو كان يسمعوني لكن فعلا في كثير من اللي كان داخلين داخلين الكلية كان بس عشان التايتل أو اللقب فهل كان دخولك لتخصص الهندسة أو الطب أو أين كان كان طموحك فقط أن يقول لك مهندس أو دكتور أو أستاذ أو هل كنت فعلا نتأكد أنك رح تحصل على اللقب من جرد انتسابك لهذه الكلية بدون أدنى جهد وتعب هذا أول شي لازم تتخلص فيه أو منه الآن إذا كنت تدرس لا تعتز بالألقاب الألقاب مجرد ألقاب ابني نفسك زين في التخصص أثناء الدراسة يمكن تصير مهندس وتستحق اللقب حتى قبل ما تتخرج بجهدك ومعرفتك وياما قبلنا طلاب فعلا زمل لنا كانوا أيام الدراسة لكن والله كانوا يستحقوا لقب مهندس وأكثر وهم لسه ما تجاوزوا السنة الرابعة فالهندسة أو الطب أو أي تخصص آخر ترى جماله في استيعاب وفهمه صحيح كلنا نحب نتميز بالألقاب يعني نحب نكون قدام أسماءنا لقب معين مهندس دكتور صحفي إعلامي لعب كرة لكن ما تحس إنه غلط لما تكون نكتب قدام اسمك مهندس أو دكتور أو إعلامي أو صحفي وأنت من جواك ما تحس إنك فعلا كذلك إذا خلينا ما نعتز بالألقاب خلينا نعتز بالأسباب اللي جابت لنا الألقاب اللي هي التخصص خلينا نشد حيننا فيه ونثبت وجودنا في هذا التخصص ترجمة نانسي قنقر